موسيقى مرحبا بكم في برنامج حوار العلماء النهاردة انا فخور جدا ان يكون معايا الصديق العزيز والعالم العظيم استاذ الدكتور فاروق الباز استاذ الدكتور فاروق الباز مش بس خريج جامعة عين شمس ومتخصص في الجيولوجيا انما هو يمكن المصري الوحيد اللي شارك فعلا في مغامرة وصول الانسان الى القمر وده موضوعنا النهاردة زي ما انتو عارفين احنا بنحتفل واربعين سنة على اكبر مغامرة في تاريخ الانسانية اللي هي الوصول الى القمر في عدة تساؤلات وبصفة كان انت اشتركت في العملية من جوه عايزين نسألك بقى تحكيلنا كل حاجة زي ما يقوله منطقة للسلام عليك وحكيلنا بقى القصص دي كلها اللي حصل فيها بس الاول نقول للمشاهدين بتوعنا ان زي رحلة الطيران ايضا رحلة السواريخ لان وصول الى القمر بيتم بالسواريخ مش بالطيرات العادية رحلة السواريخ بدأت بدايات محدودة جدا والواحد بيذكر البتاع اللي عمل زي اللعبة بتاعة جودر اللي موجودة في السميسونيان دي كانت من اهم السواريخ في الرابع الاول من هذا القرن القرن اللي فات يعني ودي كانت مهمة جدا انه هو كان بيشتغل كده لانه كان كل الفكر زمان قبل ده ان مفيش حاجة حتطير الا زي هتطلع كده اول واحد يفكر انا انا عايز اطلع حاجة كده هتطلع كده زي الطيرات وكانوا بيعملوا سواريخ وكانوا بيعملوا انابل وكانوا بيعملوا الدبابات والكذا كله كان بيطلع كده انت بترميه كده انما ده الراجل اللي طب نعمل كده ويطلعها كده على طول ويطلعها ازاي كده ويجب لها ازاي القوة الدفع اللي عطلعها كده وكذا فهو اللي بدأ التجارب دي ونجاعت بعد المحاولات الاولى للرواد مثل جودرد قامت الصواريخ وعلم الصواريخ بدفع قوية اثناء الحرب العالمية التانية وعندنا امثلة لصاروخ البي وان والفي تو الذي استعمله الالمان في الحرب العالمية التانية وهذه امثلة لجميع انواع الصواريخ بما فيها صاروخ الكروز الذي تستعمله الكوات العسكرية الامريكية في بداية العصر اللي كان فيه بعد الحرب العالمية التانية بداية الحرب البردة الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من جهة اتحاد السوفيتي وحلفائه من جهة اخرى الاتنين حصلوا على عندهم الخنابل النووية بدأوا مغامرة في سباق على الفضاء وكان الفوز الاول للاتحاد السوفيتي سنة 57 دكتور 57 بالسبوتنيك بتاع على فكرة عاملة زي كورة كده قد كورة البسكت كده وفيها شوية انتناز تحاجز غير خالص ده كان اول امر صناعي يلف حوالي من الارض اول حاجة طلعت بر الجاذبية الارضي وزي ما انت قلت كده كورة مدورة طلعة بتلف وبتعمل بس توت 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 ده كل الارض ده قلبة الدليا لان الامريكان شعروا ان ده ازاي الروس يروحوا قبلنا مع ان احنا عارفين ان الروس خدوا نص الالمان اللي كانوا بيشتغلوا في السواريخ واحنا خدنا النص التاني فقعدوا يسألوا نعملنا كده ازاي وكان الرئيس ايزنهاور هو اللي ابتدى يسأل ايه القصة اللي عملين هذي وفين العلم والتكنولوجيا هنا الروسيز يبقى عندهم علم والتكنولوجيا يحسن مننا من امب ازاي ده حصل ايه ده وعاد يسأل على الناس اللي هم الالماني اللي جابوهم بتوع السواريخ ده فقالوا له ان احنا عندنا مشروع في الجيش ومشروع في الطيران والله البحرية برضى قال له مشروع ده حطت واحد في الجيش واحد في الطيران انت عامل يعمل كلام ده ليه انت عشان نرفع من مستوى العلم والتكنولوجيا عشان يوصلنا للحاجات دي ما ننفعش الحاجات دي تتعمل في الجيش مقفول عليه لازم نعمل هيئة مدنية ونفتحها لكل الناس اللي في الجامعات والمدنيين عشان هم دول اللي حيرفعهم من العلم من مستوى العلم والتكنولوجيا فدي كان خطوة خطيرة بس ضروري برضو يعني في حاجات اسرار العسكرية يعني مش كله جدا مفتوح الاسرار العسكرية في عند العسكريين والعسكريين كان عندهم مشروع فضائي غيرنا خالص ماشي الواحد وخالص مالوش دخش بينا واحنا كنا مشغالين على بتاعة ناسا ليا كانت مدنية مية في المية فجابوا الناس اللي هم بتوع السواريخ وعملوا لهم مركز في الحتة الفرنية في هانسفيل الألباما وحتى وخذوا الناس اللي هم حياملوا بتاعة الإدارة الرحلات في هيوستن وخذوا الناس بتوع الانطلاق السواريخ في فلوريدا وخذوا الإدارة في واشنطن والحاجات اللي هي حتتشتغل في السفينة الفضاء في كاليفورنيا معناها عمل ايه؟ عمل ان هو يقسم كل الحاجات العلمية والتكنولوجية والانتاجية للحاجات الفضائية دي يقسمها على البلد كلها يعني بدل ما يحط كل حاجة في القاهرة يحط شوية كده في الطفنطة وواحدة في اسكندرية وبعدين في الصعيد وفي أسوان ويعمل كذا عشان مستوى العلم والمعرفة ده ينتشر في البلد فدي حاجة مهمة جدا ما نتكلم على مشروع الفضاء الأمريكي لازم نعرف ان الاساس بتاعه كان عشان رفع مستوى العلم والتكنولوجيا في بلدهم لانهم شعروا ان الروس سبقوهم سبقونا ازاي ده احنا احسن منهم لازم نشوف القصة ايه ولازم ندعم نفسنا ونبقى احسن منهم هنعمل كده ازاي لازم نرفع من مستوى العلم والتكنولوجيا في البلد من أولها لأخيرها مش محصورة في ناسا لا في البلد كلها ليه؟ لان ناسا كانت متلعقت مع شركات ومؤسسات وجميع الجماعات احنا فيما قلو كان عندنا علاقات مادية للبحث مية ستة وعشرين جامعة عشان كده الجامعات كلها كانت مشاركة في العمليات والعمليات البحث عشان نرفع من مستوى العلم والتكنولوجيا بحاله في البلد كلها طيب اللي كان بنسق من بين ناس دي كلها كان نازة؟ احنا كنا في ناس الفلوس واللي كانت بتبديجي للفضاء دي كانت بتقسم على مشاريع المشاريع عندنا مشاركات هي اللي بتعمل حاجات محددة ناس بتعملوا حاجات محددة الباقي كله بتاع العلم والمعرفة ونعمل تجربة عشان كده المواد المشاركة كذا التفسير الصور بتعمل كده كل ده كان بتقسم على الجامعات وكل جامعة فهو أستاذ كبير عواجيز حواليهم شوية شبيبة بيشتغلوا معهم وحوالين الشبيبة ده هم اللي عند الأسدزة المساعدين وكذا حوالين دول طلبة الأبحاث يبقى كل واحد من الأسدزة الجامعة ده عنده يجي 120 واحد بيشتغلوا في المشروع اللي هو بياخد فلوسه من ناس عشان يعمل أبحاث لناسة ويخلص كل سنة يخلص الشغل بتاعه ويقدم التقارير بتاعته لنا نستفيد منها وكان فيه حاجة تانية مهمة جدا كان فيه عندنا مركز أو قسم في ناسة كان الشغل بتاعته الوحيدة إنه هو ياخد ملخصات الأبحاث اللي صرفت عليها ناسة ويضطها في صفحة كده شهريا عشان أي حد يستفيد منها في أي حتة في البلد معناها إن أي شركة تقدر تاخد أي نتائج بتاع ناسة عشان تشغلها في الشغل بتاعه طب ده يعني كانت عمليات تنسيقية ضخمة جدا ضخمة جدا تشغل كل الناس دي معنا طب فيه سؤال مازال بيسأل لغاية يومنا هذا أنا اللي هي رأيي فيه بس أحب أسمع رأيك الأول بعد مغامرة آيزنهاور أولاً إن الأمريكان تمكنوا إنهم يبعثوا الأمر الصناعي بتاعهم تسعين يوم ولا مئة يوم بعد الأمر الروسي يعني كانت حاجة قصيرة قوي مدة قصيرة قوي أصل كانت المشكلة في بتاعة الانطلاق كل ما يعملوا بتاع تجربة فيه كان معمولة غالبا الصواريخ كان الصواريخ لأنه كان فيه حدود للعمل العسكري فأول ما الناس دي راحت تحت إدارة مدنية تطورت بسرعة لأن عندهم وارد ما هو يجرب نفعت نفعت ما تمعتش ما نفعتش مش عايز يمضاءات لحد ما يوصل الوزير الحربية فكان فيه حركة سريعة بالنسبة للمدنيين نجرب ونشوف إيه اللي بيحصل فكان عندهم صواريخ تقريباً جهزة ومكانش عارفين يجربوها فلما جربوها مشت على طول حكاية يعني كان سرعة الحركة في المؤسسة المدنية كانت أسهل من سرعة الحركة في المؤسسة العسكرية ده كان بشرح تقارب في الزمني ما بين الوصول السؤال بالي بعد كده أنه احنا بنقرب من جون كينيدي وبدأت العملية تأخذ صورة غير مجرد الكورة أو التوتوت بقى فيه دلوقتي أنه حيبعته ناس إلى الفضاء ويعني حاجات أكبر قوي والروس برضو كان متقدمين ففعلاً أول واحد وصل كان جاجارين يوري جاجارين أول واحد وصل أنه ليفت حولين الأرض فترة من الزمن وبعدين بالانتينة أو الست وكان فيه لايكا أو الكلب يعني فيه قصص الروس كانوا عندهم انتصار ورا انتصار ورا انتصار جاء جون كينيدي وغير الهدف مرة واحدة وقال لهم الهدف هو أن احنا نروح الأمر وهو فيما يبدو اسمعته من التاريخ طبعاً أنه هو اللي اختار هذا الهدف وركز عليه وقال إن الهدف ده يتم في أقل من عشر سنوات بس مش هو اللي عمل جون كينيدي كان عايز يشوف وسيلة فعلاً تحاجة نحددها ونشوف عايزة أكام فلوس عشان نشوف هنقدر نسرف عليها ولا لا وعايزين نقول هي ايه وعايزين نشرحها للناس يا أخوانا بتوع الناس تعالوا هنا عايزين نعملوا كذا 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 وراح زارهم وعادي تكلم معهم كذا وميشي جاءت مجموعة من الناس اللي هم مسؤولين عن حكاية الناس دي والفكرة أساساً ما كانتش من كينيدي كانت من فون براون فيرنا فون براون اللي هو في الاجتماع اللي هم كانوا بيعملوه ده عشان يقرروا يعملوا ايه هو فيرنا فون براون قال احنا عارفين 100% ان الروس بيشتغلوا عشان يبعاتوا عاجل الأمر لأن دي هتبقى أكبر شغلانا وكان هم عارفين انها زميلهم الألمان كانوا بيشتغلوا مع الروس فقال لك ذي كذا احنا مش هينفعنا أبداً إلا زولنا نروح على الأمر نعمل رحلة الأمر عايزين بعدين هدف محدد وعارفين عايزين نعمل ايه عشان نروح بقيت ان الناس قاعدوا يتكلموا عشان نروح لجوم كينيدي ونقوله ايه لازم نقوله حياخذ من وقتنا كام وحياخذ من فلوسك كام فابتدعوا هم يقولوا ايه حنروح الأمر ونعمل كذا ودهاله كده قالوله ممكن نعمل دي فهو لما قال كلامه في الغطاب ده كان مبلوع من ناس او الناس الناس اللي هم كانوا بيشتغلوا في المطبخ بتاع ناسه كانوا مفقين على الكلام ده اننا نحن نعملها لان ده حيكلفنا كذا والرحلة الأولانية لازم تبقى كذا والتانية تبقى كذا وده يخد عشر سنين وكذا لما كينيدي تكلم تكلم بطلاقة وبوسيلة هيلة جدا خد معاه كل الأمريكان اي اعتقد ان هذه الناس يجب ان تقوم بها لتحقيق الرياضة قبل ان هذه الدكاة ان تتكلم بطلاقة وان تتعرضه بطلاقة بس غير ما كلمته كان فيه خلاف قيل ان مجموعة من العلماء قالوا انك انت تبعت انسان في الفضاء لغاية الأمر ويرجع صعب جدا لان الانسان عايز أكسجين عايز يأكل ويشرب عايز يتخلص من الزيادات اللي في جسمه محتاج انك انت تحطله مناخ او نظام ايكولوجي كله حواليه والأمر ما فيهوش ولا هو الأكسجين بتاعه حتطر تحطه في في زي فقاعة خاصة بيه من الأرض لغاية الأمر وترجعه ما نقدر نبعت روبوت نبعت أجهزة ده دول العلماء بتاع الأكاديمية العلمية كان نقوله كده ده دول ده كان الموقف العام بتاع الناس اللي هم العلميين بتاع الأكاديمية لأنهم قالوا طب ونتبقى هنا أبعط لإنسان القمر ليه منا أنا أبعط أي حاجة لسيد القمر وانت لازم تبعط لإنسان ما تعمل الإنسان ليبعط روبوت ليبعط الحاجة مش عايز عينة صخور وعينة تراب هنبقى خليه هو واحد ياخد عينة ويرجعها لك وإحنا هنبقى ندرس الشغل هنا عايز تبعط الأمر ده الإنسان ده بلو عشان ما نطلعه الأمر ورجعه ولو مات هناك هنعمل إيه وكذا بس كيندي هو اللي اختار وقال في النهاية أنا عمش بعلور طب أنتوا بقى في الناس وقتها جالكم التصريح اتحركوا اعمل قررتوا بقى تحيلوا المشكلة دي ازاي أولا نفس ما الشعور اللي كان عندك إحنا عندك إنت كان عندنا إحنا وإحنا كلنا إحنا ورواد الفضاء والمهندسين والناس اللي بشتور معنا والمساعدين كلنا كنا شعرين إن إحنا بنحقق حلم الإنسانية ده إحنا سعداء جدا اللي تحطينا في الموقف ده الإنسان من يوم وبص على الأمر وشافه بيتحجب عليه ونفسه يشوفه فإحنا وضعنا في هذا الوقت فديا يعني إحنا سعداء للغاية وأنتوا محظوظين اللي ياخد الوظيفة دي يبقى محظوظ تشتغل 24 ساعة في اليوم وهو عتقول لا وتعمل البدع ما فيش حاجة تبقى غلط أبدا لأنك يا ابن ده أنت بتحقق تاريخ البشرية ده شعور الشخص الحقيقي صحيح فكان كل الرواد كده وكان كل الناس بتعمل اللي بتشتغل بهذا الشعور وأنا في نظري ده كان مربط الفرس في نجاح مشروع أبولو وهذا النجاح البارع لأن ناسا نفسها ما كانش فكرها إنها هيحصل النجاح ده في العشر سنين وكان ما كانش احتمارهم أبدا إن إحنا نقدر نوصل في أبولو 11 في أول سنة كان عندنا يجي 18 18 معدة ساروخ على أساس إن إحنا حيبوز منهم 4 5 6 يعني يعني نوصل بدل ما ننزل في أبولو 11 يعني ننزل مثلا نقول على ما نعرف نوصل سالمين يبقى 15 ولا 16 ده الشعور حتى بتاع الناس اللي هم الإدارة منما اللي كانوا بيشتغلوا كلهم هناك كانوا محميين بذرجة لأنهم بيحققوا تاريخ البشرية وإحنا محصوصين اللي يشتغل في الشغلة دي عايز إضافة في المهية يهو عايق كله يشتغل كله يشتغل لحباس لا طبعا كمشان بالمدد بالعشرين ساعة في اليوم إنما الخطوات اللي أخذ الأول حاجة طلعته شخص زي جارن كده يلف لوحده ده كان ما عرف ببرنامج ميركري وبدأ السباق الفضاء يحتد وتمكن السوفيت أن يرسله جاجارن كأول رجل في الفضاء ولكن تبعه من قريب جون جلين في هذه الكابسولة المسمعة بميركري فده كان مين؟ بقى كان جون جلين ولا ألان شيبرد؟ ألان شيبرد أول واحد في مطالع كده بليش نجرس من ده مطالع كده بليس على طول تعالى عشان يثبته إن إحنا عندنا السفير نتعرف تطلق كده وفيها بني أدنى وبعدين جونجلين لا أول واحد لف حوالين الأرض زي ما جاجارن عملها إحنا برضو لازم يلف حوالين الأرض لأنك عايز تعرف إن السفينة أول حاجة إن السفينة تطلق مش برض عملها طيب حاجة إن السفيرة ممكن تلف في مدار محدد وإحنا نبقى عارفين هي فين بالزبط طول ما هي بتلف حوالين الأرض لأنها بتلف حوالين الأرض في طوق يعني السفينة مش بتطلع أو تلف حوالين الأرض ده بيطلع من الساروخ مثلا بيطلع كده وبعدين بياخد اللفة بتاعته بيبقى دايرة مستمرة زي ما هي هي ما تحركش الأرض اللي بتحرك تحتها يعني هو السفينة بتبقى باشية بتلف في كده في طوق والأرض هي اللي بتحدع دا والناس بقى بتتابع مكانه فين بيطلع بعد كده بعد كده انتقلته من برنامج ميركري إلى برنامج جيميناي وصل الفضاء باللبس البدلة اللي احنا عارفينها بتوع رواد الفضاء الفضاء ولأول مرة تمكن الإنسان إنه يخرج من الكابسولة وسط الفضاء باللبس البدلة اللي احنا عارفينها بتوع رواد الفضاء إيه بقى حقصة دي من ايو عايزينها ليه عشان انت لما تبعت للأمر لازم هتبعت أكتر من واحد فقط لغير لأنك انت لازم يبقى عندك كان الفكر الأساسي بتاع الرحلة إنه يبقى عندك سفينتين مش هتعرف تعمل تبعت سفينة واحدة للأمر رح تنزل إزاي وتطلع إزاي تاني ما بفعل فلازم يبقى عندك سفينتين تبعت بحصة في بعض واحدة تنزل والتانية تستناها حوالين الأمر وبعد ما تنزل اللي نزلت دي تطلع عضيان عشان اللي كيف نستنيها هدي تاخد اللي فيها اللي من رواد يعني وتركع فدي كان لازم يبقى فيها أكتر من 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 بني آدم أوكي فلازم لازم نجربنا مدام جربنا واحد لازم نجرب أبو اثنين هتعود دو فين عشان كنا نوين لأنه لو عيه هيحصل إيه فلازم يبقوا اثنين وبعدين لازم واحد يستنهم فوق يعني يعمل في باركن في المدهر هاي لفع هاي لفع هاي لفع هاي لفع هاي لفع واتنين هم اللي ينزلوا فكان 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 الجيميني دي معمولة أساسا عشان يبقى عندك انت اثنين وحيعيشوا مع بعض ازاي وتصرفوا ازاي وتقسم العمل ما بينهم ازاي لأن دا كان لازم هاي بعتوا السفينتين مستقبلاتي فإنما قالوا لي إن كان عمله endurance تيست وقعدوا 14 يوم في البتاع الصغيرة دي كورسي المكتب لأن الرحلة الكامير هتاخد الكبيرة هتاخد 12 يوم 3 يوم رايح 3 يوم جاو وموامل هات 6 6 يوم هناك يبقى عندك عندك 12 يوم طب 12 يوم دول اللي عايشين هيبقوا عايشين زي ما انت قلت كده موجودين في أصغر من الترويزة دي المساحة اللي فيها وحتى في أبولوب وثلاثة دول كانوا اتنين يبقوا قاعدين كده الثالث يبرسوا تحت عشان ما فيش ما فيش مساحة فبعدها ان انت هتعيش الناس دي هنفرج المشاهدين بتوعنا كابسولة أبولو بعد ميركري وجيميناي جاء دور أبولو في أبولو ثلاثة من رواد الفضاء قدروا يعودوا فيها وطلعت المركبة إلى الأمر ودي فعلا مركبة أبولو اللي راحت الأمر ورجعت هي اللي جنبي دي فعلا ناس مغامرين اللي اللي قدر يخشوا في حاجات زي كده ويروح في بتاعه زي ايدي محدوف وبيتحرج بسرعة فائقة بسرعة فائقة كبه مش عاربة 25 ألف تجيل ولا بتاع حاجات كده سريعة جدا عما يليف حولين الأرض ومحدوف حدفة رهيبة جدا وفي حتة بتاعه كده طب لو حصل أي خلل في النظام اللي انتوا كنتوا بتعملو يعني راجل ده معتمد تماما ان المهندسين اللي زبطوا الحكاية دي مفيش حاجة أوب نسيت مش عارف ايه مية فيها موصلت يعني واخد حياته كده يقول لك حتى في الانطلاق يقول لك والانطلاق ايه ما انت قاعد فوق أمبلة انت قاعد هنا وبينك بيني الأمبلة دي اللي بتاع اللي بها دي هي بتاع بلتق انفجار عشان يطلعها لك كده فيقول لك أنا عايش انت في الانطلاق عايش فوقهم بلا والمهم كمان لازم يبقى عندهم فكر في الحكاية دي اساسا كمان عشان احتمال انهم يموتوا فيها وعندنا ماتوا ثلاثة من في المجموعة أفلو واحد ولو مات ده هيضيع هو وعيلته ليه لان كل كل رواد الفضاء دي محدش كان يعرف القصة دي محدش يعرف الكلام دي كل رواد الفضاء لما يدخلوا بتاعة الفضاء ده هم دخلين هناك بيتقدموا له هم يعني مش حد يغصبهم عليه هم اللي بتطوعوا يروح منهم التأمين التأمين يضيع خالص تأمين على الحياة ما تقدرش تنتبه عندك أنهي شركة مهبولة اللي حتأمين عليهم دور الحقيقة في قصة نفسي انك انت تحكيها لنا لان يمكن بعض مشاهدين الشباب بتوانا ما عرفوش الحكاية دي انما طبعا احنا كنا بنتابع الحاجات دي بتحصل وقتها وكان العالم كله بيلهث على المغامرات اللي حصلت ان لما راحوا الرواد التلاتة الاوائل في اه اابولو 11 يوليو اه 1969 اه كانوا مفروض ينزلوا في مكان محدد واظن انت دكتور فاروق شخصيا كنت المسؤول عن اختيار هذا المكان اللي حينزلوا فيه ولكن لسبب ما نزلوا في مكان بعديب شوية ويبدو انه نيل ارمسترونج سيطر وهو اللي اخذ القرار انه انه يغير مكان للنزول بشوية ايه الحكاية الغريبة دي بقى كانت حكاية لاخبطتنا لاخبطة جمدة جدا احنا اكتر اول رحلة كانت اكبر مهمة بالنسبة لنا ان المكان ده يبقى امن 100% مفيش اي طوب وزلط وكذا عايزين هتبقى مستط منبططة تماما عشان يبقى الروادي بسادي اول رحلة مش عايزين لاخبطة عايزين حكي ويسا خالص وزي ما انت قلت تعبنا خالص في اختيار الموقع فين بالزبط وشكله ايه وليه وليه وفين بالزبط وراحت الرحلة وابتدوا يلف حوالين الامر ودون ان ندري يتضح ان الاماكن اللي هي السودة دي اللي على شطح التضريس السودة اللي على سطح القمر دي اللي بنسميها البحار اللي لما الواحد يمس على الامر كده يلاقي فيه حتة سودة الحتة السودة دي كلها من صخور بازلت والبازلت ده فيه نسبة كبيرة اوه من العناصر التقيلة فاتضع انه لما صفينة الفضاء بتبقى ماشية عادي خالص ماشية كويس اول ما بتيجي في الحتة اللي فيها العناصر التقيلة دي تنجذب لها شوية معناها ان تبعد شوية عن المكان بتاعها لانه هتمشي المسافة بتاعتها قعدت تلف ثلاث مرات ابتدت قرب 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 يعني معناها بعدت 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 عن النقطة اللي احنا اخترنا لهم لول ما نزلهم احنا مكناش عارفين نزلين فيه بالضبط لانه الراجل لما نيل أرمسترون كان هو القائد اول ما بصوا على الحتة اللي هم حنزلوا فيها هو شاف انه نازل في وسط كومة كراكيع صخور فكان مش مفروض لانه مفروض انه ينزل في حتة مستوية فبصل لها الحكاية دي فخذ السفينة وبدأ هو يمشيها هو يبعد عن الحتة الصعبة دي لحد ما ويقول زميل ويقول اردن ارالي 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 يعني ارالي 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 ما بيش بصص على الامر هو بصص على الاجهزة الاجهزة وهي بي فيها الارقام مش شايف ايه اللي بيحصل انما ارالي مسترون هو البصد من الشباك والشباك هنا وهو عايز يسمع الارتفاع بتاعنا دي والسرعة بتاعتنا دي الارتفاع والسرعة عشان يمشي هو يبعد 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 لحد ما لاه حتة منبسطة يقدر ينزل فيه ونزل فيه وانحنا في الوقت ده كله مستغربين ما نزل شي وكان عنده وقود كاف لحاجات دي كان عنده وقود يكفي يعني عاد ما نزل كان فضله ست ثواني يعني ست ثواني اللي خد لو سبع ثواني كان يعمله كاش لو خد سبع ثواني كان يخبط في ينزل مدش مدشوش وفعلا برضو انت قلت حاجة ده في قدرة غريبة انا سمعت من اللي كانوا معاه ويعرفوه انه هو كان رجل قليل اتكلمة لا ما يتكلمش ابدا انما كان عنده اعصاب من حديد ما يتحزش من اي شيء اطلاقا ودك تعايز فعلا اعصاب من حديد برضو عايز اقول للمشاهدين بتوعنا حاجة دكتور فاروق لازم تركز عليها دلوقتي تقول له معجزات رحلة الفضاء سنة تسعة وستين ان مستوى قدرة الكمبيوتر اللي كانت موجودة معاهم في رحلة الفضاء دي ولا حاجة يمكن اقل من الموبايل اللي موجود مع الشخص العايز دلوقتي كم القدرة بتاعت الكمبيوتر ساعة وقتها وكانوا لذلك يعني معتمدين فعلا على لسه شخصية القائد التمكن من الاجهزة بالوقتي طبعا كله بيشتغل بالكمبيوتر الحاجات اول الكمبيوتر اللي خلانا نقدر نعمل رحلة اقل دي كان ادم في ادم في ادم اتكلف خمسين مليون دولار وكانوا محتاجين في ايه دا كانوا عايزين هما لما رحلة الفضائية بتيجي احنا بنبعثها من الارض هنا كده وبنبعثها في اتجاه الامر عشان تبتدي الامر يجذبها فتلف من حوالين الامر وتجع من الناحة التانية وهي بتلف من حوالين الامر لازم يحسب مكانه فين بالزبط من المكان النجوم يبص في حاجة اسمها سيكستان منظار يعني ويبص على المواقع النجوم ويحسب قد ايه هو فين بالزبط عشان يحسب هيمشي النفاسة بتاعته ازاي عشان يدور بدل ما يمشي كده ويبعد عن الامر فالقعدة دي لما بيبص بيشوف ما كانوا فين بالنسبة للنجوم ويحسب قد ايه قد الوقود حيمشي اربع ثوان و اثنين من عشر فلو كان عملها اربع ثوان وثلاثة من عشر مش هتم فلازم يبقى اثنين من عشر بالزبط بيحسب هزاي ده من اللي بيحسب له ده الكمبيوتر ده ودي السبب الرئيسي لان الروس ما عرفوش يروحوا قبلنا اللي كان عندنا الكمبيوتر ده اللي ساعدهم في العبلية دي عشان يلف حول الامر عشان يبقى ينزلون فدي كانت يعني وإحنا قاعدين في الارض ما كانش عندنا الكلام الخالص كنا كل الشغل بتاعنا بال أنا في رحلة ابولو 13 اول ما شوفنا ان في جزء من السفينة انفجر جاء عد علي رئيس البرنامج ابولو اسمه راكو باترون دكتور راكو باترون جاء وقال لفاروق المهندسين هيبقى مشغولين في إرجاع للبتوع دول بس محدش هيعرف يفكر هنصور السفينة ازاي عشان نعرف ايه اللي حصل لها هم هيعدهم وحاولين الامر وحيجعهم وبعدين حينفصلهم وحينسيبها اللي حتنفصل دي حنمشيها وهم حينزلوا بالحتة اللي فيها وهم بينفصلوا دي عايزين ناخد صورة للحتة اللي انفجرت انت احسب ناخد الصورة دي ازاي وبأنهي عدسة ومن أنهي شباك اععد احسب ها دي تعرف على ما خدت 30 ساعة في حساب فين يقفر الراجل وياخد أنهي كاميرا ويبص من أنهي شباك ويبص على ايه عشان يقدر ياخد الصورة دي وانه متأكدين تمام ان الحتة دي هتورين الحتة اللي عصر فيها الانفجار وكذا عشان نعمل حسابات دي 30 ساعة انما نرجع للابولو 11 نزل ارمس هوا والدرن ومايكل كولينز قاعد يلف حواليهم يستنيهم لغاية ما يخلصوا ويرجعولوا تاني نزلوا وله الكلمة الشهيرة ان هزي خطوة صغيرة لرجل ولكنها خطوة عظيمة للانسانية كانت جملة جميلة جدا وهنا كانش اتوقعها من شخص امسترونج بالظاهر قاعد اشتغل عليها ولا حد غشي شهالو لا لا هو اشتغل عليها لانه مكانش كل الناس كتاعدة تسألو هتقول لي ايه يقول لي هل سأل ساسم يعني هقول لي هاي حاجة تيجي على بالي مش انت لازم تعد نفسك لما اول انت هتنزل هتقول لي ايه لا لا حان يقول ما تخافش ويتبسط كده ويتضحك ويتبشي فكل الناس بقى تعيب حيقول لي ده وخايفين هو لانه كان مهندس مهندس خالص يعني يقول لك ده مقفل وده مش عارف يتكلم في الحكاية دي كانوا عايزين يساعدوه وساعات ناس تديله تقول ما تعمل كده ما تكتب كده ما مش عارف ايه ويشيد بالرئيس كندي بكلام الرئيس كندي ولا هو حامل كلام من ده خاص فاقول لهم انها لا انا ماشي انا مبسوط كده ما تخافه او يضحك ويبتسم حتى ألدرن كان عايز يعرف في الرحلة ويسأله في الرحلة وهم راحين ويسأله والتاني بيرد لان ألدرن كان متحدث جدا مختلف تماما مختلف تماما هو راجل عنده دكتوراه ومتعلم في الهندسة الطيران يعني عنده درجة جامعية ويعني على مستوأ بس التاني كان مقفل وانما يبدو ان هو كان بيرتب عليها اقولها ايه اقول ايه وقالها كلام مضبوط تماما هي فعلا كانت الكلمة لان فعلا كانت قفزة عظيمة للانسانية كلها 20 يوليو 1969 زرگه ولده تساره ترجمة نانسي قنقر وحيث يترك في القناة وفرق الأكداء أجل ما يقولون لدينا وفرق الأكداء فرق الأكداء يترك في القناة ويوجد أن تتحدث أن تتحدث ويقولون أنه أصدقنا يأتي لنا لنفعل هذه الأشياء ونفعلها في المدينة أيضا. سؤالين. السؤال الأول ليه الناس قررت انها تروح الأمر وما تبني ما تقررتش انها تبني محطة فضائية الأول؟ يعبدو يعني برضو انها معقولة تقول طيب حلف في حاجة حوالين الأرض وبعدين أبني محطة فضائية حوالين الأرض تلفت حوالين الأرض وبعدين من المحطة الفضائية أروح الأمر وارجع. إيه اللي خلى الناس تقول لأ هنروح كده مرة واحدة الأمر قبل ما ما نعمل. كان في كلامك صح جدا وكان ده فكر من المفكار دي. لو أنا حنتظر إن أبني حاجة في مدار الأرض هتاخد مني وقت طويل كان ممكن إنهم يعملوا لأن الرحلة من السفينة الفضائية أو في مدار الأرض إلى الأمر أسهل. ما أنا أبني الأول السفينة الفضائية دي حوالين الأرض وبعدين أعملها هي موقع للانطلاق. هياخد مني وقود أقل وكذا أقل وكذا كذا. بس بناها نفسه هياخد مني وقت طويل جدا إن أنا أبني حاجة زي كده في الفضاء. فكانوا بيقولوا دي حاجة تيجي بعد ما نخلص المشروع الأساسي بتاعة. أنا مش واحدة. طيب السؤال الثاني بقى بعد هذا النجاح فعلا اتبنت المحطة الفضائية الروس اللي بنوها الأول محطة مير. ليه الروس سبقوا في الحتة دي بينما الأمريكان سبقوا في الأمر؟ لأنها سهلة بسيطة البتاعة الفضائية دي اللي في مدار الأرض ممكن جدا يعني الرواد الفضاء لما يكونوا بيروحوا زهرة ويزروها. ما هو كان أبولو سيوز كان الأول سيوز وبعدها مير. هي سيوز زي مير مير أكبر من سيوز بس. إنما كان رواد الفضاء بتدعو أن الأمريكان لما يروحوا هناك ويشوفوا البتاعة دي يقولك ده صفيحة فاضية. ده أنت تخش بها مفهاش حاجة لأنه مفهاش كمبيوتر مفهاش كذا مفهاش كذا. كل الإدارة بتاعتها وكل اللي بيتتعامل فيها من الأرض. إدارة السفينة من الأرض. الرواد اللي هناك ما بيعلوش حاجة. هم بيطلعوها من هنا بتلف في الفضاء حتى لما بتيجي تنزل كل الحسابات اللي بتدعمل كده كله من الأرض. فالرواد الفضاء الأمريكان كان يقولك ده دي حال. ده بتاع ده يقول لك يسموها إمتكان. ده يقول لك ده علبة صفيحة فاضية لأنه مفهاش معدات علمية. وهي مفهاش قدرة إنها تسير نفسها. طب إيه بقى اللي خلى التفكير في المكوك؟ دي بقى الطيارة اللي قدامنا دي مش طيارة. ده المكوك الفضائي الأمريكي اللي بترفعوا الصواريخ للفضاء. وبعدين بيرجع تاني يدخل الجو بتاع الأرض وبينزل زي طيارة بيهبط مرة تانية وبيعاد استعماله أكتر من مرة. مكوك الفضائي يعتبر تحفة تكنولوجية كبيرة. المكوك ده هو في نظري ونظر كثيرين من ناس ناسا هو اللي قطع سكة ناسا هو اللي قطع ضهر ناسا. احنا لما انتهى مشروع أبولو كان عندنا في ناسا فكر عن هنعمل إيه بعد أبولو. وكان القصة إن احنا عشان نطلع ونبعث حاجات للمريخ وكذا ونرجع الأمر تاني ونبعث حاجات للمريخ وكذا. لازم عندنا محطة فضائية محترمة يبقى فيها قاعدة انطلاق قاعدة انطلاق ثوريخ من الفضاء. فعشان نعمل كده لازم عندنا اللي هي المحطة دي نبني المحطة دي. وكان فيه مجموعة من الدراسات اللي احنا موضبينها عشان نكلم المجموعة كان فيه المجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا بيساعد ناسا. كان المدير الرئيس بتاعه كان شارلي تاونز اللي هو نويل برايز وينر في الكيميا. واجتمعوا عشان احنا بتوع ناسا نروح نقول لهم إيه اللي احنا عايزين نعمله عشان هم يقرروا ناسا تعمل إيه. لانه اللي هو ده المجلس على العلوم. فاحنا كنا في ناسا في الإدارة ناسا كان عندنا رئيس برنامج أبولو حيتكلمهم عن إزاي نعمل إيه عشان حنتلق أخمار إلى المريخ وبعض وكذا. وكان فيه واحدة أتكلمهم على التركيبة بتاعت السفينة نفسها. وأنا كنت أتكلم على دراسة الأرض من الفضاء والصور الفضاء وإزاي والصروات المعدنية والتخرايط والتكلام ده كله. كل واحد عشرين ديه كل حنان ساعة. وروحنا مستعدين كده خالص. وجيه واحد من هيوستن كان اسمه ماكس فاجي عنده فكرة تانية خالص هو كان بتكلم عليها اللي هو المكوك. إيه المكوك ده قال قاعد يقول لهم من غير من غير أرقام من غير صور من غير أي شيء. كان واقف كده وهو صغير عصير كده صريب. وهو واقف كده قال لهم إن إحنا مش عايزين الكلام اللي الناس دي بتقول له. إحنا عايزين نعمل حاجة يعيد استخمالها. إحنا عايزين نبعد حاجة للفضاء مرة كل أسبوع. عايزين نبقى عندنا رحلة أسبوعية للفضاء. عايزين حاجة زي الطيارة تمام تروح وترجع زي ما هي ما تتغيرش. وممكن جدا استخدامها على الدوام وهكذا. من غير من غير أرقام من غير هنعملها إيه. وقال لهم خمسين رحلة في السنة. وبعدين اتفتح باب كبير كده ورح داخل طاولة كبيرة جدا ترويزة. وفوقها الماضل بتاع دموزك للبكوك الفضاء ده وظريف جدا. والناس بقت حتى إخراج هوليوود. إخراج هوليوود خالص. وابتدت الناس بتوع العلماء دي يطلعوا هناك ويبصوا على السفينة دي. يقولوا إيه دي يقولوا اه ده 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 الدراع. الدراع ده ياخد لو أي فيه أمر صناعي فيه أي عطب. نمسكه كده ونصلحه جوا نحط الأمر الصناعي تاني. من يعني مش هالك كزا. باع القصة دي كلها على البتاع ده. إحنا نفسنا إحنا نفسنا بقينا نقوموا نبص ويتكلمهم على يده. إنا ما فهمنا في ساعتها أنا أقول إنه مش هتكلموا على المدينة بتاعتنا دي. إحنا كنا زعلانين من الخصة دي إيه؟ ليه؟ عشان المكوك الفضاء ده ليه حاجتيه. الحاجة الأضلانية إن انت ما عندكش حاجة تروح لها مكوك المكوك المكوك رايح جاي. ما عندكش حاجة هناك عشان تروح له. ما إحنا كنا بنور على المسافين الفضائية دي عشان ديه. نمرة اثنين، إنت لو عملت مكوك الفضاء في السبعينات معناها إن انت هتشتغل بتكنولوجيا السبعينات ليحدد تسعينات. إحنا ما نشوفنا كناش ما نعتقد نوعينش بعد الألفين. معناها إن انت ربطت نفسك تشتغل بتكنولوجيا السبعينات إلى الأبد. وديك تخلط تكبيره جداً ناس عملتها. والخيبة اللي هي بتاعته المكوك ديه كان كلها سلسل عشان كده. عشان اشتغلوا. الخمس مكوكهات اللي عملوهم عملوهم في السبعينات. لسه التكنولوجيا كلها التكنولوجيا السبعينات. وديك خطيرة. المقابل هذا المشروعين التانيين اللي انت اتكلمت عنهم نجح ونجح باهر. يعني نقدر نسجر أولاً فكرة تصوير الأرض من الفضاء. واستعمال الكمبيوترات لدراسة الأرض. ودراسة كل حاجة الضغط يستشعر عن بعد زي ما كنت نسميه. ده بقى أصبح حاجة أساسية للإنسان للتعامل مع الطبيعة. فده بقى كانت إحدى النتائج العظيمة لتجربة رحلة الفضاء. تاني طبعاً هو إن احنا نبعث بروبز وروبوتز إلى المريخ وإلى زحل وإلى غيرها. وفعلاً أنا كان معانا هنا هوت بنت سرف. بنت سرف يا مشاهدين الأعزاء. هو أبو الإنترنت. هو بوب كين اخترعوا الإنترنت تي سي بي آي بي. والتين بيرنزلي اخترعوا الدابري دابري دابليو. والتلاتة دولة يعني غيروا الإنسانية. بنت سرف قال. وعادي بنت سرف ها هو عايقول الكلام ده قدامكم. إنه بيشتعل على إنترنت الكواكب. موسيقى The Phoenix lander on the north pole of Mars did not have a direct point-to-point link back to Earth. In fact, it's relaying information up to orbiting satellites around Mars in store and forward fashion. That's how the Internet works. So the DTN protocols are intended to create standards that will allow us to share our communication assets and our computing assets in space. الحوار كان بمكن يزيد ويطول أكتر من كده بكتير. إنما ما نعمل ليه؟ الوقت ما بيسمحش. فالحقيقة إحنا نشكر الدكتور فاروق الباز لمشاركته معنا في حوار العلماء في قصة الذهاب إلى القمر. بابينة المترجم للبنسة